دلوقتي الأسواق مليانة بأنواع مختلفة من أدوية التخصيص والأعشاب المفروض أن هي بتساعد على إنقاص الوزن هنتكلم نهاردة عن السمنة وإيه هي طرق الوقاية والعلاج وعن أدوية التخصيص وتأثيرها على الصحة العامة وهي شرفنا في الستوديو الدكتور محمد إيل مينيسي استشاري الجهاز الهضمي والكابت بكلية الأسر العيني وعضو الكلية الملكية بأمراض البطنة بلندن أهلا بك يا دكتور أهلا يا ساري أهلا بك أهلا بديك دكتور عزين في البداية تعرف لنا إيه هي السمنة السمنة مرض وليست شكلي إحنا زمان كانوا فاكرين أن السمنة أنه شكله يبقى حلو كان زمان وإحنا في الخمسينات والأربعينات والتلاتينات من القرن الماضي يقول لك الراجل كان يروح يجاوز ست بالوزن دي مليانة دي حاجة عظيمة دلوقتي بعدين الدنيا اتطورت والناس اتفتحت على الثقافة الغربية وإننا نتكلم على شكل البني أدمين أنها تبقى رفاية يقول لك الجسم الفانش مقاييس اختلفت دلوقتي مقاييس اختلفت تماما السمنة مرض وليست شكل عرضي في حاجة اسمها الكتلة طبعا الناس ما اهمناش أنها فكرة الكتلة اللي هي الطول على المرتبط بالوزن فالكتلة اللي هي الرقم ما بين 18 ل 24 ده الرقم الطبيعي بتاع البني أدمين اللي هو متوسط مثلا واحد طوله 170 نقدر نقول بالتقريب أن الوزن بتاعه المثالي ما بين 60 ل 70 ده وزن مثالي جدا أقل من كده ممكن نبتدي نتكلم في نحافة أكتر من كده نتكلم في زيادة وزن وليست سمنة من 25 ل 28 أو 29 نقدر نقول ده مليان فوق التسعة وعشرين نبتدي نقول ده سمنة وفي برضو سمنة مفرطة مفرطة أو سنة مفرطة سمنة مفرطة فوق أربعين فوق أربعين الكتلة الوزنية فوق أربعين لها الناس اللي أوزانها بتعدل 130-140 السمنة مش هنتكلم بقى ضغطه سكر وكل هذه المسامات الناس كلها عارفها لكن هي أهم سبب للسرطانات في التاريخ أهم سبب للسرطان أهم سبب بعد التدخين والجين والجزء الجيني بس يا دكتور السمنة ما بعد وزن معين هي ممكن تكون السبب لمرض السرطان السمنة العادية السمنة العادية بدءا من زيادة الوزن الكتلة الدهنية دي بتفرز هرمونات يعني الدهون ممكن تخلي الست ما تبقاش عارفة تحمل ممكن تبقى السبب في تكايس المبيض وسبب إن الستة تبقى مشعرة شوية ده يعني من مشاكل السمنة ومن أسباب السمنة حاجة غريبة جدا حاجات إحنا مسوخدين بلنا منها نلاقي الناس اللي هي عاملة شيك كده قاعدة مع بتاعة السكر بديل السكر يحطي أنا باخد بديل السكر زيرو أنا باخد زيرو كالوري هو فعلا بياخد زيرو كالوري لكن عنده مشاكل لا حصرة لها بتأثر على الغدة الدرقية بتقلل التمثيل للغذائي وتبقى مصرطنة يعني مادة الأسبارتام اللي موجودة في المهل الغازية اللي احنا بسميها دايت ولايت وحاجات بهذا الشكل خطيرة يعني لو حتى الجمهور كده كتب مادة أسبارتام يعني مش عايزين نقول لهم إيه اللي مكتوب عندنا في عالم الطب لكن اللي موجود كده لو حد كتبوا كده أونلاين يقول لنا إيه الوضع بتاعة كلمة أسبارتام هو يريد يا دكتور أكيد يعني معظم الناس بتعمل عداد سيئة بالتالي بتسبب عندها السمنة يريد تقول لنا بالتفصيل إيه العداد السيئة عشان نبتعد عنها ونبتعد طبعا عن مرض السمنة نمر واحد من أسباب السمنة في التاريخ النوم الأولي العدد الساعات النوم القليل والنوم المتأخر يعني والشخير أثناء النوم يعني هي باختصار ثلاث حاجات في النوم أمراض النوم بشكل عام الناس اللي بتنام نوم قليلا طب عدد الساعات بقى يعني حسب كل سن بتختلف إيه يعني السن الزغير مرفوض ينام كم ساعة السن من مثلا من عشرينيات تلاتينيات السن الكبير كم ساعة إحنا هنبتدي نقول إن النوم مبكرا يعني الناس اللي بتنام بعد ساعة عشر أو حداشر بالليل وصحي الساعة ستة هنقول نام ما بين سبع لثمان ساعات ده النوم معقول جدا لكن ينام نفس المدة دي نام الساعة تناشر ماشي مقبول لكن ينام الساعة تنين وصحي لنا الساعة تسعة الساعة عشر الوضع اختلف الساعة البلوجية بتاعتنا بتختلف أنا مش عايزين نقول للناس إن إحنا بنتأثر بالجو بنتأثر بالطاقة بتاعت الكرة الأرضية يعني وجدوا مثل هذا الكلام يعني الليلة لباسا دلوقتي يعني ربنا سبحانه وتعالى هو ليه حكمة في هذا ربه الأسباب اختر لنا هذا السبب مش عارفين ليه يعني محدش يقدر يعرف ليه ربنا عايز كده ليه إحنا لو شنا الألم أو الزهرية دي من على الترابيزة هتقع ليه ما بتطلعش فوق حطينا قوانين جاذبية لرؤية ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي خلقه هو أرادها تبقى بالشكلة طبعا فمشاكل النوم من أهم هذه الأسباب الشخير أثناء النوم وتوقف النفس أثناء النوم يعمل لنا سمنة يعمل لنا كابت دهني الشخير أثناء النوم وتوقف نفس أثناء النوم كابت دهني يعني غير مشاكل السمنة بشكل عام بس ده بالذات توقف النفس والشخير وده لازم ينسب لطبيب أنفو أذن وحنجرة لعلاج مثل هذه المشكلة يعمل لنا كرش سمنة الكرش وممكن ننتهي بفشل في التنفس يعني أمراض فشل التنفس يعني الشخير أثناء النوم ده في غاية الخطورة يعني فيه ناس ممكن يبقى نحيف وابتدى يبقى عنده مشاكل في الجيوب الأنفية يبقى عنده ضعف في الحل اللي هي المشاكل الخاصة بالموضوع الشخير وتوقف النفس أثناء وده لازم ياخد علاج حتى لو اضطر يحط الجهاز اللي هو بيدخليه أكسجين أثناء النوم طيب ده أهم الأسباب بعد كده الناس اللي ما بتفترش الصباح الناس بتفوت واجبة الفطار مع أن ده أهم واجبة فيه مفاهيم عندنا بقى يقولك اللي بتعشى بالليل ده بيدخن ده كلام مش مظبوط الكالسيوم بيخسس الشاي الأخضر الحاجات اللي بتتبع في الأسواق دكتور اللي يعني دايما بسمع اللي بتعشى بالليل خاصة متأخر لازم قبل ما ينام مثلا بأربعة خمس ساعات ده أخر واجبة أكل مفروض ياخدها ازاي؟ هو ده مفهوم حنقول للناس بعض المفاهيم ما تتعشش بالليل زيت سمن سكر مش عشان تمثيل الغذائي ومش عشان الأكل بتخزن ده المفهوم الثاني خالص هو ده اللي بيعمل لنا مشاكل النوم هو ده اللي بيعمل لنا الاسترس هو ده اللي بيزود هرمونات الاسترس الصبح هو ده اللي بيعمل خلل في النظام الهرموني لكن مش بيأثر على التمثيل الغذائي ومش هو إحنا عبارة عن عدد سعرات محددة كيف نحرق هذه السعرات خدت 1200 سعر مش هتدخل طب السعرات الحرارية دي بتتحسب حسب الوزن حسب طبعا حسب الوزن وحسب الاختلاف انا قصدي ازاي الواحد يعرف ايه هي السعادة السعرات الحرارية المفروض ياخدها حراري احنا احنا عاديين كده ما بنعملش اي مجهود الصبح الجسم علشان الوظائف بتاعته الحيوية التنفس الدقات القلب الحاجات دي الحركة بتاعته بنصرف حوالي 800 سعر حراري علشان ده الصبح كده يعني اللي مش هيكل الصبح هيخسر 800 سعر حراري عايزين نقول ان الكيلو وزن يعني اللي بيزداد وزنه كيلو واحد ده اكتسب 7550 سعر حراري يعني الكيلو الواحد الزيادة ب 7550 سعر حراري رقم كتير جدا فاللي عايز يخس المشي ساعة نص ساعة يوميا تقريبا بيستهلك 400 سعر حراري انا بس بشبه الامور للناس عشان تبقى فهم اسمي احد يقولك انا مشيت ساعة النهاردة وصرفت 500 سعر حراري بس هو عشان تخس نمط غذائك الساعة دي تمشيها سبع ساعات على مدار الاسبوع عشان نخس كيلو وتقلل في صرف الاكل في ناس تاكل بعد المجهود ياكل سوكولاتاية السوكولاتاية في 250 سعر حراري يعني المفروض يبقى فيه توازن ما بين الناس تبقى فهمة الرياضة اللي هتعملها بغض النظر ايه انه وعيد رياضة ماشي هيروح جيم وفي نفس الوقت يوازن ما بين وعيد الأكل اللي هياخده اللي هيروح امريكا وكندا هيجي اشتري اي حاجة في الدنيا مكتوب الحكومة عندهم بتجبر الناس تكتب على كل علبة شوكولاتا السعرات الحرارية اللي موجود فيها نفسنا نعمل كده ده ممكن نساعد لان البدانة زادت في الوطن العربي زادت في مصر زادت معها امراض الضغط امراض السكر عايزين نقول ان الناس ممكن لو خفت شوية يعني ابتدت تخس حبتين ممكن الضغط والسكر ما يحتاجش ياخد لهم دو طبعا لان مرضى السكر ليه علاقة يعني كبيرة جدا بالوزن يعني حتى اكيد ان هم لازم يلتزموا بجدوى الغذائي معين فريدت حديك تقول لنا ايه المفروض الجدوى الغذائي بالنسبة لمرضى السكر احنا عايزين نقول للناس ان السكر مرض يمكن التنبؤ بيه الوقاية منه اتعايش معاه يعني احنا ممكن نعرف فلان بعد عشر سنين ده هيجيله مرض السكر فيه حاجات ممكن نعملها تمنع مرض السكر نمط غذائي والحفاظ على الوزن والرياضة وفيه ادوية ممكن ناخدها تمنع دوص مرض السكر لما بيحصل مرض السكر خلاص بقى الموضوع سابت نبتدي ناخد ادوية للسكر اللي تعيش فيه ناس تبتدي تاخد اقراس فيه دلوقتي حق انت تاخد مرة في الاسبوع حق انت تاخد مرة في الشهر بديل عن الانسولين تحافظ لنا على السكر يعني الدنيا تطورت ده اللي هي في نهاية السكر طب كيف نحافظ على عدد السعرات الحرارية الخاصة بالسكر مين قال ان احنا ناكل وجبة واحدة او اثنين او ثلاثة احنا ممكن ناكل خمس وجبات صغيرة على مدار اليوم اهمهم وجبة الفطار طبق السلطة هيبقى قاسم مشترك في كل الوجبات الحصول على الفيتامينات من طبق السلطة اهم بكتير جدا من الحصول منها كاقراس يعني الناس اللي هتاخد فيتامينات كاقراس هيجلها يعني عايزين نقول ان فالك اسل اللي بياخدوه لمنع التشوهات مصارتا لو الناس استمرت عليه سنين فيتامين الف اللي هو للجلد والبشرة والنعومة والنظارة والجمال ده كله ناخده كاقراس مصارتا ويعبليلها بس لو اخدناه مدة طويلة لو اخدناه مدة طويلة لكن لو اخدناه بانتظام مثلا بطريقة معينة لو اخدناه بانتظام في الاكل يعني طبق السلطة بقى فيه جزر متأشر خاص جرجير ادي السلينيوم موجود في الخاص والجرجير ناكل اسماك مرتين في الاسبوع بلاش نتجنب اللحوم الحمراء برق من فيها زينك وسلينيوم وفيها كل المضادات الأجسادة اللي احنا نعرفها لكن هي معامل الأجسادة بتاعها عالي جدا اللحمة متنتكلش اكتر من مرة كل عشر تيام هي واللحوم المصنع بالذات لانها مليانة مشاكل لحمة اهم سبب لظهور الزوائد القالونية السكر من اهم الاسباب لظهور الزوائد القالونية السمنة من اهم اسباب زهور الزوائد القالونية يبقى الخمس وجبات والفيتامينز برضو كنت حاليك قلتلي قبل كده الفيتامينز برضو من سبب الاسباب لظهور الزوائد القالونية لو خدنا فيتامينز كأقراص لكن لو خدناها كمضادات أجسادة يعني هناخد طبق السلطة على مدار اليوم خمس ست وجبات سلطة ناكل بصل وطوم ايه المانئة يعني مريض السكر احنا ندعوه انه يتناول بصل وطوم ندعوه انه يتناول القرفة القرفة بتزود حرق السكر الخرشوف البروكلي في الخضار الشاي الأخضر والقهوة والشاي بشكل عام الناس عندها مفهوم ان الشاي الأخضر بيخسس والشاي الأخضر ما بيخسس على مسؤولة الشخصية كل الحاجات الأعشاب اللي بتتبع في الشارع فعلا دكتور هو ما فيش حد ما قاليش ان الشاي الأخضر والمفروض يتناول يخذوه بكيميات ثلاثة أربعة خمس مرات في اليوم ده هيخسس حديك أول مرة اسمع من حديك المرات يجب تقول ان الشاي الأخضر بيخسس وفيه أخراج الشاي أخضر موجودة بالضبط ما أنزل الله بيها من السلطان ما بتخسس خالص دي أخيرنا تعمل اسحاب بجد طب ايه فايدة الشاي الأخضر يعني خلاص دلوقتي ده من أفضل مضادات الأكسادة في التاريخ مضاد أكسادة بس مضاد أكسادة هام جدا يعني تناول فيه بإفراط مش في معادة الناس اللي عندهم الترب في النوم هو من ناس اللي عندهم هموضة وحرقان ناس اللي عندهم قرحة معدة هم دول اللي ما يتناولوش الكلام ده الناس اللي عندهم الترب ضرب Kraps لكن هو من أفضل مضادات الأكسادة في التاريخ وبيساعد أن الناس يبنش يعني فيه ناس ممكن تشوف فيها سنها خمسين سنة تقول لي ده عشرين سنة وهي او حد عشرين سنة تقول لي ده خمسين سنة مضادات الأكسادة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي ظهر والناس تتكلم عليها من بأواخر الستينات لحد دلوقتي وابتدنا ندي أدوية أو ابتدى العلم وبعدين ظهر التحذير العالمي في 2009 وبعدين تأكد في 2011 أنه ممنوعنا تناول مضادات الأجسادة كأقراص ونخدها في النمط الغذائي بتاعنا النمط الغذائي أهم حاجة نشرب أربع كبات ماء قبل كل وجبة بساعة نمشي ساعة يوميا طبق الصلطة ده أساسي جدا والبروتين بتاعنا ممكن يبقى بقول بيض بيض مسلوق لحوم يعني أسماك بحرية وليس قشريات بحرية لازم نتجنب اللحوم الحمراء زي ما اتفقنا بشكل يعني عشان الناس مستهنين مرة واحدة في اليوم هي اللحوم مرة واحدة في الأسبوع أسبوع أو كل عشر تيام وبالنسبة للدواجن والفراخ الفراخ الأراني بالسمك مقبولة جدا لكن لازم نبعد عن الزيت السمن السكر اللي دخل النار يعني أي حاجة دخلت النار المقليات المسبكات المخبوزات الحلويات السمين هي دي الأكسادة بقى احنا دلوقتي قلنا في مضادات أكسادة وهي دي المؤكسدات هي دي اللي بتخلينا نعجز الفري راديكال الزليال الآيونات اللي بتكسر الدين هي دي اللي بتخلي شكلنا يعجز السلطة هي الحاجة الوحيدة اللي بتحافظ على هذا الشكل زيت السمك اللي هو اللي فيه الأوميجا 3 وال6 والتسعة أيضا بيساعد على الكلام ده فيتامين دال والسلطة السلطة يعني دايما عارفة ان هو السلطة كل ما نكتر في الألوانها دي تبقى مخيدة أكثر بزرط خمس أنواع من السلطة يوميا لكن ولابد ان احنا ما ناخدش أدوية كده عمال على بطل التخسيس وما نجريش وراء الإعلانات ما فيش غير دوايين مقبولين في عالم الطب للتخسيس في عالم الطب مش عايزين نقول بدون ذكر أسامي بدون ذكر أسامي طبعا هم الوحيدين المقبولين في عالم الطب بيستخدموا لمرض السكر بيستخدموا أيضا لمنع ظهور مرض السكر وفيه دواء حديث دلوقتي وممكن حتى لو حد ما عندوش مرض السكر ممكن يتناول أدوية دي الأدوية دي بتمنع يعني بتستخدم للسمنة بتستخدم لمرض السكر بتستخدم للناس اللي عندها أكياس على المبيض يعني هي لها استخدامات هو يعني دواء معروف وأصار الجانبية تكاد تكون قليلة جدا ما فيش منها مشكلة والدواء التاني بيمنع على المتصاص وبيستخدم وأجيز في عالم الطب من سنين لكن كل الحاجات اللي ظهرت قبل كده للتخسيس فيه حاجات بتأثر على عضلة القلب فيه حاجات بتأثر على صمامات عضلة القلب فيه حاجات بتأثر على صمامات عضلة القلب فيه حاجات بتأثر مشاكل في المخ فيه حاجات بتأثر نزيف في المخ غير حاجات اللي هي بتتسحب كل شوية يظهر حاجة وتتسحب كل شوية اللي هي فيها مركبات الأنفيتامين بالنسبة للأعشاب بالنسبة للوقت فيه اللي بعض الأعشاب نهاية برضو بتساعد على إنقاص الوزن ده حقيقة ولا لا؟ ده جريمة طبية ما أنزل الله بها من سلطان الأعشاب بتستخدم كأقراص يعني كل حاجة هي عشب بدون أقراص العشب العشب الطبيعي العشب والأكياس اللي بيعلن عنها في الفضائيات دي جريمة ولابد أن يحسب عليها القانون يعني ده مش مظبوط أبدا وفيه ناس بتجري على هذا الكلام وجي الإحساس ده أنا فعلا مخسيت ده أنا خدت الدواء ده خسيب وبعدين تظهر طفرات مثلا زي طفرة الميزو سيرابي فعلا بيخسس لكن خلينا نتكلم عن الموضوع ده بس ناخد اتصال بعد إذنك للدكتور هناء ولا هناء دي ناهد ناهد أهلا بيك يا ناهد اتفضلي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي وقت بعد إذنك يا ناهد وقت التلفزيون وسمعينا من سماعة حاضر خطي بعد إذنك هو أنا كان حصل لي إجهاض سبع مرات أيوة حصل لي إجهاض سبع مرات متواصلين آه سبعين كهنات هم من زمان يعني بس الدكتور كان كتب لي ديستامينات قال لي ما تتبهاش مدى الحياة هم طب ليك أسئلة ليها يا دكتور خلفتي قبل كده حررتك أيوة معي يا ولد بس يعني أنا بعد كده سبع مرات الإجهاض دول عمالتي التحاليل اللي هو التوكسو بلازما والروبيلا والحاجات اللي هي الطرش لأ هو أنا دلوقتي مش مشتاك أن أنا خلف لأن أنا وصلت لسن كبير يعني أربعين سنة بس المشكلة أربعين سنة مش كبيرة ولا حاجة ديستامينات أربعين سنة مش كبير يا ناهد لا يعني أصل الإجهاض ده كان من زمان قوي من حوالي 6 سنين آخر حاجة بقى سبع مرات فحسن شعري بعد حسنة لما وصيب البيتامين بحس أن أنا كل حفافية بيضة مش مضبوطة في سمنة في سمنة يا ناهد عندك سمنة يا ناهد؟ آآ لا مش مش كبير عملت عمليات قبل كده؟ كنت عملت آآ كنت عملت عمليات عمليات عادية يعني اللي هو زي ده الحاجات والد القيصري بتاخدي دوة لأي مرة بمزمن ضغط سكر أي مرة بمزمن؟ لأ هو البتامين اللي لازم بواضي بعض عندنا حساسية صدر حساسية من أي دوة أي مشكلة مرضية قديمة أي مشاكل جلدية؟ يا ناهد أنت يعني مشكلتك أنت بتقولي أن هي الفيتامينز اللي تخديها دلوقت دي أنت مش مستريحة عليه وعملت المشكلة؟ هي مش قادرة ببطل الفيتامينز أنا مش قادرة ببطله لو بطلته بحس أن أنا تعبالة لأن أنا نسبة المطيبين بتاعتي تمانية لو زادت يعني عشرة بالكثير ما بتزدش عن كده وبقالك قد إيه بتاعتي الفيتامينز؟ بقالي مثلاً سبع سنين الدورة بتجيلك شديدة يا ناهد؟ لا لا عملت أسباب شفتي أسباب نزول الهيموجلوبين؟ عملت تحليل لهذا الكلام؟ لا أمعرفش إيه طب أنا هجاوبك حالاً يا ناهد تابعيني وأنا هجاوبك على الهيموجل بص يا دكتور هوا حضرتك المشكلة عندي كلها أن أنا الأونة بطل الفيتامين بحس بهبوط وحس أن أنا تعبانة وحس أن أنا مش موجودة خالص خالص تابعيني يا ناهد بشكرك على اتصالك في عندنا مجموعة أسباب للإجهاد المزمن أهم سبب للإجهاد السمنة والشخير أثناء النوم في حاجة اسمها ساتوميجالوفيروس إبستمبر فيروس مجموعة حاجات من هذا الشكل برضو ممكن تدينا إجهاد والأمراض المزمنة زي الضغط والسكر يعني عندنا مجموعة أسباب كتيرة جداً للإجهاد لابد من استبعادها في ناس طبعاً بتقولك أهم حاجة الكبد والفيروسات الكبدية ده هي رقم 13 إحنا بالزبط عندنا حاجة وعشرين سبب بكلمة إجهاد فلازم نعرف منهم أسباب الإجهاد هي ذكرت لنا منهم سبب مهم اللي هو الأنيميا لازم تعمل لنا تحليل نعرف عندها أنيميا هل عندها نقص في الحديد؟ هل عندها حاجة اسمها ثلاثيم ياتريد دي تعمل لنا كهرباء الدم نقدر نعرف منها؟ يعني نتعمل تحليل أناميا مفصل نعرف بالزبط النقص عندها إيه؟ بالزبط في مجموعة تحليل لازم تتعامل منها كهرباء الدم منها الـ LDH منها حاجات التكسير هل هي بتاخد دوا يكسر لها الحاجات دي؟ هل في عندها حاجات مزمنة بهذا الشكل؟ لكن الموضوع اللي هي قالته في الأول الإجهاد المستمر ممكن يبقى بدءا من حاجة بسيطة جدا مشاكل اللي هي التهبات التورش والحاجات اللي هي التوكسو بلازما والروبيلا اللي هي الحزب الألماني وخلافه ممكن يبقى عنق الرحم مش مقفول وممكن يكون الطفل عندها حاجة اللي هي الـ RH اللي هي الحاجة المناعية بتاعت الطفل إنه هو في الأول هي RH نيجاتف و RH بازف قصة يعني بتاع النساء ولكن الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا نتكلم فيه حاجة اسمها أنتي فوسفوليبيد سندروم حاجة مرتبطة مع الزئبة الحمرة ولازم تعمل لنا التحليل بتاعتها لإنها ممكن تبقى أكثر عرضة ده بيبقى معها أنيميا وبيبقى معها فرصة لحدوث جلطات ومش لازم عليها أعراض الزئبة الحمرة وبعد فترة نلاقي فشل في الكلام فالجمل اللي هي قالتها كلمة إجهاد مرتبطة بالأنيميا بس كلمة أنيميا مع إجهاد متكرر لابد أن هي تكشف بقى وتعمل فحوصات حقيقية يعني الكلام ما يعديش هو طبعا هي جابت لنا موضوع شامل بس ما يتسبش يعني يعني ده لازم تذهب إلى طبيب شاطر فاهم هو حامل معها إيه إن الكلام اللي هي قالت وده مرفوض تماما أما تناول الفيتامينات عمال على الدكتر خلينا ناخد اتصال ده بعد إذنك يا دكتور دكتور إسلام أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا إسلام طبعا تفضل هلو؟ يا أهلا يا إسلام أهلا بيك أزاكرو تماما الله يكريمك يا إسلام أولا أجبسنا أنا أفضل في المشكلة عمدي وزني زياد شوية حبتين وزنك قد إيه إسلام؟ مية وراثمين كم؟ مية وقام؟ مية وحدة وسبب مية وحدة طائل هو وزنه زيادة شوية وزنه زيادة حبتين آآ للأسف شديد الدايت أو النزول في الوزن حيبقى جزء قاسم مشترك في الحياة ممكن يركب بلونة تبديدة هو سؤاله دكتور الكنترول بيقول أنه هو عايز يعرف نظام غذائي عشان يعني يساعد على إنقاس وزنه وده اللي حم نكلم فيه نظام غذائي حياكل خمس وجبات يوميا حاكل طبق الصلطة اللي احنا اتفقنا عليه بإفراط حياكل بروتين ده لازم نخلي عدد السعرات بتاعته ما تعديش ألف سعر حراري علشان يبتدي ينزل يعني وهو يتحرك شوية بحيث أنه هو يصرف له ألف سعر حراري تانين يبقى كل ينزل في الأسبوع مثلا متوسط سبعمائة وخمسين جرام لكيلو في أول شهر وبعد كده نبتدي ننزل على مدار الشهر من اثنين ونص كيلو لتلاتة كيلو بالتدريج بهذا الشكل يعني لازم يتابع معه بقى يفضل يتابع مع دكتور متخصص عشان يبقى متابع معه بس أفضل حاجة تسمى المفرطة يعني إن ما كانش فيه عزيمة عادة الدايت الواحده ما بيجيبش نتيجة لأنه بيبقى عنده أثار جانبية للحاجات أخرى ضغط والسكر ومتلازمات تانية ومشاكل في الظهر وما بيبقاش فيه قدرة على الحركة ومفاصل وكلام من هذا القبيل فدول أفضل حاجة ليهم يركب باللونة تساعده حتى لو قل الأكل بهذا الشكل وشرب لتر مياه قبل كل وجبة وكل خمس وجبات في اليوم وتحرك وكل بروتين عايزين نفهمه كمان إن فيه حاجة اسمها ناخد الرجيم الكيمائي اللي هو في غاية الخطورة وبيتعب وبيدوخ ما ناخدش الرجيم اللي هو اسمه أتكنز اللي هو بيعتمد على الدهون العالية جدا والبروتين الكتير جدا يعني فيه حاجات مفهومة نتجنب النماطين دول لكن خلينا نمشي مع الرجيم الفيسيولوجي أو النزول في الوزن الفيسيولوجي اللي هو النمط الغذائي اللي هو بيعتمد على السعرات الحرارية أنا أسف يا دكتور القطعي كلامك لكن للأسف الوقت تخرجت معقولة الوقت تجري بسرعة لكن شاء الله أكيد لنا لقاءات لأنه فعلا مشكلة تستمنا دي من ناس كتيرا بتعاني منها في البيت المصرية بشكرك لوجودك معنا وشرفتنا أمرك وربناها لي